أول الغيث لم يكن قطرة بل كان فيضان جرف هذه الخيام طوفان وضع سقوفا هشة تحت الأقدام موسم الأمطار الذي بدأ مبكرا هذا العام دهم مخيمات تأوي ألاف النازحين الذين عجزوا عن استئجار مساكن سقوفها مسلحة كونكريتيا كقادتهم المحتمين بقصور عاجية من البارح العاطبة حد الآن وقعت تقريبا ثمانين من الخيام المهجرة نرجو من الجهات المسؤولة نعملنا حل لذول النازحين ما يبنون غرف النازحين أو يوفرون كرفانات ذول النازحين لأنه نازحين من كل شي كل قضاءنا اللي زحنا منه ظلنا بطرق نفسنا لحدنا ما عدنا مكان نقعد به والجهات المسؤولة ما يطلبتنا جرفت السيور ومساكن الإيواء وزادت معاناة المدنيين الذين أجبرتهم أعمال العنف على الرحيل عن ديارهم وتستعد بركل مياه الراكدة التي تجمعت في أرجاء مخيم بحركة بمحافظة أربيل أن تكون مرتعا خاصبا لبعوض الملاريا فرق الإنقاذ لم تكن تقليدية لمواجهة الأمطار هاي العوائل كله هنا بالشوارع والغاصفة والخيم مقعدة ماكو هاي العوائل نوية ستوتات الأب عنده ستوتة لطاش نوية العائلة خطئة ووصلنا على الكرفانات بالجملة والنطقات ما ترهموا شيئا يعني لا يشوفوا النحال لا كرفان ماكو هاي الخيم مقعدة فوق هنا وتحذر دائما منظمات الإغاثة الدولية والفرق الصحية تطوعية من تفشي أمراض وبائية وجلدية ومع قرب الشتاء قد تكون المياه الآسنة مرتعا لأمراض جديدة لهذه المخيمات التي تقول عنها الحكومة أنها أنفقت المليارات لكنها تهاوت بأولى زخات المطر وصول الشتاء مبكرا كشف التلاعب والفساد بهذه الخيام التي أهلكتها أشعة له بصيف يستعد للرحيل أمطار قد تكون نعمة على مطرفين ونقمة على مشردين مشردون يبحثون عن ولي نعمتهم في رحلة الشتاء والصيف لكنهم لا زالوا بانتظار الوعود هنا في هذه المخيمات